بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند صدرة المتها عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من زل الله بها من سلطان إن يتبعون إن يتبعون إلا الزن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يازل الله لمن يشاء ويرضاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الزن وإن الزن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلع سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين هساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائل الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبع بما في سحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أزلم وأتغى والمؤتفكة أهوى فغشاها مع غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذيل من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتزحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوه بالترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة